صحيفة ماركا تمت مبابيو وفق على الانتقال إلى ريال مدريد زعمت صحيفة ماركا الإسبانية أن هناك اتفاقا قد حدث بالفعل بين نادي ريال مدريد وجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سانجرمال فرنسي كيلين مبابيو للانتقال إلى قلعة سانتياغو بارنابيو في المركات الصيفي المقبل وأعلن مبابيو ما أمس الأحد أنه قد حسم قراره بشأن وجهته المقبلة في حفل رابطة الدوري الفرنسي وسيعلنه قبل الانضمام لمعسكر منتخب بلاده في بداية شهر يونيو مر مسلسل صفقة مبابيو بالعديد من الأحداث والتي شهدت الكثير من الضغوط على اللاعب وصلت إلى رئيس فرنسا إيمان والمكرو الذي كان يحاول اقناع مهاجم باريس سانجرمال بالاستمرار مع فريقه وتمديد عقده ولكن كان هناك هدوء من قبل رئيس ريال مدريد فلورنتينو باريس طوال الموسم ولم يطلب من اللاعب تعبير عن أي شيء في وسائل الإعلام لكنه كان يراهن على التزام اللاعب ورغبته في اللاعب في سانتياغو بارنابيو لم يتحرك باريس أبدا حتى مع بداية العام الجديد وإمكانية التفاوض المباشر مع مبابيو كانت اتصالات رئيس ريال مدريد مع المقربين من اللاعب لمحاولة إقناعه بالمجيء إلى الملكي تواجد مبابيو في العاصمة مدريد قبل أيام أنهى كل الشكوك وبدأ الأمر واضحا حيث تولى المدير العام لنادي مدريد خوسي أنخيل سانشز زمام المفاوضات مع اللاعب وأجل كل الأمور الأخرى في تلك الأيام لأن صفقة مبابيو كانت تسحق كل هذا الاهتمام توصل ريال مدريد الاتفاق مع مبابيو وحصل النادي الإسباني على موافقة اللاعب لكن طلب المقربون من الفرنسي أن يتم تأجيل أي أعلان حتى نهاية كل مباريات باريس لاحترام الجميع لكن كل شيء قد انتهى وسيبقى ريال مدريد هادئا وينتظر اللاعب هناك مبالغ كبيرة سيدفعها ريال مدريد منها راتب مبابيو ومكافأة التوقيع بالمجان ولكنها بعيدة عن المبلغ الذي كان يرغب النادي في دفعه لصالح باريس في الموسم الماضي والذي كان سيصل إلى 200 مليون يورو سيوقع مبابيو على عقد مع ريال لمدة 5 سنوات سيكون مصحوبا بشرط جزئي بملايين الدولارات وبالتأكيد سيكون راتبه أقل بكثير مما عرضه باريس سان جرمان بقيمة 50 مليون يورو سنويا اشتركوا في القناة